مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في مصر لا شيء يطغى على أخبار المرشحين السحافة العالمية انشغلت أيضا بتغطية هذه الأخبار فانشرت صحيفة الفينانشل تاينز البريطانية تقريرا تحليليا عن فرص المرشح الرئاسي أحمد شفيق واعتبرت أنه تحول من فاقد للأمل إلى منافس قد يكون من يضحك أخيرا في هذه الانتخابات حسب الفينانشل تاينز فإن بعض استطلاعات الرأي وضعت شفيق في المرتبة الأولى بين بقية المرشحين بعد حصوله على نسبة تجاوزت 13% وأنه تمكن من تخطي الصعاب التي وضعها أمامه البرلمان الذي أقر تشريعا يمنع ترشحه كونه من الفلول بعد سماح لجنة الانتخابات له بمواصلة صباق الرئاسة ليليه في الاستطلاعات عمرو موسى لكن استطلاعات الرأي برأي مرشح شباب الثورة خالد علي مشكوك في نزاهتها لأنها تظهر أن المعركة محسومة بين مرشحين أو ثلاثة خالد علي وبقية المرشحين اليساريين الذين يتعرضون لضغوط متواصلة للتنازل للمرشح حمدين صباحي اعتبر أن فرصه في الفوز لا تقل عن فرص أي مرشح آخر ويبدو أن المصريين اعتادوا أن تكون جمعهم نشطة ولا تمر من دون أحداث فمع غياب أي دعوات للخروج في مظاهرات أو مليونيات لهذه الجمعة دعت حركة امسك فلول المصريين للمشاركة في فعاليات جمعة العزل الشعبي لتمزيق لافتات مرشحي النظام السابق في كافة أنحاء مصر من دون أن يكون ذلك عبر التجمع في الميادين والساحات زين الفايز العربية